أسباح لخير عليكم وشاهدين الكرام إذن كمرة نشوفه مشده ما بقاش بزاف على دخول فصل الصيف لكن هذي يامات سبق وقت فصل الصيف رح نشاهده أجواء جد حارة على المناطق الشمالية للبطن خاصة الغربية المناطق الداخلية الغربية للبطن حتى الوسطى وهذا بالتزامن مع نهاية الأسبوع نحن في شهر الصيام لما تقترين ارتفاع درجة الحرارة في شهر الصيام أكيد المواطنين يتخوفوا كثير بالفعل يعني شفنا في هذي يوم كان الحال تبدل كامل كانت أجواء شتوية بامتياز كان اضطراب جوبي ونشوفنا حتى فيضانات ميزة المناطق الشمالية الشرقية للبطن لكن مع هكذا كما قلت نهاية الأسبوع وخاصة تزامن مع شهر رمضان المبارك كان هذا الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة القصوى خاصة أنه رح تلحق إلى حوالي 40 درجات مئابية بالنسبة للمناطق الشمالية للبطن يعني درجات جد محسوسة خاصة أنه مع شهر الصيام وسخانة التعب وخاصة إذا قلنا كبار السن وحتى الحمد لله يعني هذه الفترة مكانش امتحانات الأسبوع القادم إن شاء الله تكون الجو مليح مقارنة بشهد التعليم المتوسط يعني جزء الأجواء كانت مليحة بالنسبة لطلبة طيب تفاصيل أوفة حول هذا الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة الولايات المعنية كده ممكن إلى غاية يستمر هذا الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة يعني الولايات المعنية هي المناطق الشمالية الغربية خاصة المناطق الداخلية كما المعروف أن المناطق الداخلية الغربية كمنطقة تشلف غليزان عين الدفلة معروفة أن درجات الحرارة جد مرتفعة في فصل الصيف إذن رح تلحق إلى حوالي 40 درجة اليوم إن شاء الله سنسجل حوالي 36 درجة على منطقة تشلف حتى على عين الدفلة لكي من المرتقب أن إن شاء الله نار الخميس حتى نهار الجماعة تطلع درجات الحرارة القصوى وين تلحق حتى ل40 درجة بإذن الله بالنسبة للمناطق الشمالية الوسطى للوطن إذن كذلك رح تعرف ارتفاع خاصة على الجزاء العاصمة وين تلحق حتى 30 درجة بإذن الله اليوم رح نسجل حوالي 28 درجة إذن بدأت ترتفع درجات الحرارة القصوى يعني رح توجد رحها لنهار الخميس حتى لنهار الجمعة بإذن الله إن شاء الله يربي إن شاء الله نعبدو أن نقول له التفاصيل الوضعية الجوية لنهار اليوم اليوم مع الصباح إذن الحارة سيكون شباب شميسة أجواء صيفية بامتياز سيتشكل ضباب خفيف على المناطق الساحلية الشرقية للوطن كمنطقة عنا باجيج الوسكي كده يبقى الحارة شباب كما نرى نشوفه شميسة رح تمييز الجزائر العاصمة حتى منطقة وهران مع سكر وتلمسان رح تكون في نفس الوقت أجواء حارة على المناطق الداخلية الغربية تشلف غيليزان عين الدفلة حتى نعامة والبيض كذلك المناطق الداخلية الوسطى كمنطقة تيزي بوزو نفس الوضعية الجوية رح تمييز شمال الصحراء ومنطقة الواحات توقورت غردايا بشار رح يكون حال شوية مغيم على منطقة تندوف لكن رح تكون بدون فعالية رح يكون حال مغيم على أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهقار والتاسلي على إليزي جونات عينة مناس هذا الغيوم رح تمدلنا شوية اشتاع على جنوب إليزي اليوم إن شاء الله في الليل إذن مع حركة الرياح رح تكون معدد لما تتعدى سرعة الخمسين كيلومتر في السرح تطير بعض الزوابع الرملية محليا على منطقة تندوف حتى على الصحراء الوسطى على عين صالح درجات الحرارة الدنيا اللي نسجلوها إن شاء الله اليوم مع الصباح إذن رح تكون في المعدل الفصلي لكن رح تكون مرتفعة نوعا ما على المناطق الجنوبية رح تحق إلى 31 درجة على عينغزان بورج باجي مختار 29 درجة على رجان تيميوين أدرار 21 درجة إن شاء الله على منطقة بشار 25 درجة على تندوف 28 درجة على منطقة عين صالح رح تحق إلى 20 درجة على منطقة غردايا زلفانة والمنيعة 22 درجة إن شاء الله على ورقلو حاسم سعود 27 درجة على إليزي جانات عيناميناس بالنسبة للمناطق الشمالية للوطن رح تتراوح ما بين 16 حتى 18 درجة على كل السواحل الوطنية عن نابا جيجلسكي كده العوانة الجزائر العاصمة شرشال تيبازا حجوت حتى على منطقة وهران معسكر وتلمسان رح تحق إلى حوالي 16 درجة 24 درجة إن شاء الله على عين دفلة الجلفة وتيارت حتى النعامة والبيض رح تكون منخفضة نوعا ما على المناطق الداخلية الشرقية رح تحق إلى 10 درجة على كل من باتنا خنشلة وباريكة 12 درجة إن شاء الله رح نسجلوها بأول بواقي قسنطينة وسطيف 15 درجة على سدراتا وسقه رأس حتى منطقة قلمة والطرف إذن اليوم إن شاء الله مع العشية يبقى الحال شباب شميسة تبقى تميز كل المناطق الشمالية الغربية الوسطى والشرقية إذن الحال رح يكون صيفي بامتياز درجة الحرارة القصوى كذلك رح ترتفع على كل المناطق الشمالية للوطن خاصة المناطق الداخلية الغربية كما ذكرنا إذن الحال رح يكون مشميس على كل المناطق الداخلية الغربية الوسطى والشرقية كمنطقة باسنة خنشلة بسة باريكا حتى تيزي وزو منطقة النعامة والبيض الجلفة والتيارة تشلف منطقة وهران مع سكر وتلمسة للجزائر العاصمة حتى على المناطق الشمالية الشرقية عنا باجي جلسكي كده الطارف قل موسو قهراسي دهنا رح يكون الحال شوية مغيان رح يمدنا شوية اشتاءه واخر نهار اليوم على جنوب إيليزي حتى على أقصى الجنوب الجزائري العنقزام وبرج باجي مخترح تتشكل كذلك بعض الرعود المنعزلة يبقى الحال شباب على باقي المناطق الجنوبية كمنطقة غرداية منيعة حتى عين صالح أدرار تيميوين رجان كذلك بشار كذلك عقول منطقة بشار بني ونيف رح يكون الحال شوية مغيين فقط على منطقة تندوف لكن هذه الغيوم رح تكون بدون فعالية جزء مباشرة لدرجات الحرارة القصوى لنسجلوها ان شاء الله اليوم مع الظاهرة ايضا بدأت ترتفع درجات الحرارة القصوى على كل المناطق الشمالية الوطن خاصة المناطق الداخلية الغربية رح يسجلو 32 درجة على معسكر وتلمسان 29 درجة ان شاء الله على منطقة الجلفة والتيارة في حدوث 36 درجة على منطقة شلفو عند دفلة 30 درجة على النعامة بلبيت كذلك طفراوي بوسفر بوهران 28 درجة على الجزائر العاصمة حتى منطقة تيبازا 26 درجة على منطقة تعنابة كذلك الطارف قلمة والسوق أهراس 25 درجة رح يسجلوها ان شاء الله بكل من منطقة قسنطينة سطيف وأولوبوقي تبقى درجة الحرارة الفصلية بالنسبة للمناطق الشمالية الشرقية لكن ان شاء الله نهار الجمعة رح ترتفع على كل المناطق الشمالية للوطن تلتحق هذه الدرجة الحرارة العالية ارتفعت بالنسبة للمناطق الشمالية الغربية والوسطى بالمناطق الشرقية بإذن الله في حدوث 25 درجة أقول على منطقة تيقسنطينة 24 درجة على باتنا خنشلا وتبسة 31 درجة على الغواط بسكرا وآفل وبالنسبة للمناطق الجنوبية 46 درجة كعلى من قياس على منطقة بشار إذن رتفعت بعشر درجات مقارنة بنهار البارح إذن راح تلحق إلى حوالي 42 درجة على تين دوف 45 درجة على عين صارح 43 درجة إن شاء الله على أدرار 45 درجة بعين جزام وبرج باجي مختار 37 درجة إن شاء الله على منطقة تامنرى سوتين زواطين 35 درجة إلى 36 درجة على كل من الوادي وورقلة و40 درجة إن شاء الله على إليزي جانات عيناميناس وضعية البحر إن شاء الله لنهار اليوم رح يكون شباب على كل السواحل الوطنية ما تتعدى سرعة الرياح 40 كم في ساعة بالنسبة للسواحل الغربية والوسطى وحما بين 10 حتى 20 كم في ساعة بالنسبة للسواحل الشرقية الرؤية إن شاء الله رح تكون من وتوسط إلى حسنة على كل السواحل الوطنية اتجاه الموجة إن شاء الله رح يكون غربي على كل السواحل الغربية والوسطى وشمالي غربي على السواحل الشرقية الرؤية ستكون حسنة كما قلت وعلو الموجة ستتعدى المتر الواحد على طول الشريط الساحلي كانت هذه تفاصيل الوضعية الجوية المنتظر إن شاء الله اليوم مع أسباح حتى مع الظاهرة بإذن